تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة الفحص البيطري لبطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على متابعة الفحص البيطري الذي أقيم في قرية البطولة بمشاركة فرسان الفريق الملكي وفرسان الدول المشاركة في البطولة وسيقود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فرسان الفريق الملكي حيث سيشارك سموه في سباق 160 كم وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن التواجد الأوروبي للفريق الملكي يعزز من مكانة القدرة البحرينية التي تحظى باهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الفريق الملكي جسد الإمكانيات العالية التي تمتلكها القدرة البحرينية خلال المحافل الأخيرة وكان آخرها المشاركة الناجحة للفريق في مهرجان رويل وينتسور الدولي للفروسية والذي تمكن من خلاله الفريق الملكي من حصد لقبي 160 و120 كيلومتر وهما يؤكد مكانة الفريق في الساحة الأوروبية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن طموحات الفريق الملكي منصبة نحو مواصلة حصد الإنجازات والتواجد البارز في المحافل الدولية وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نسير بخطة ثابتة نحو الخطة التي وضعناها من أجل الوصول إلى بطولة العالم في كامل الجاهزية حيث حرصنا على إبراز القدرة البحرينية في مهرجان وينتسور وحققنا الأهداف التي تم وضعها ومضونا في مواصلة تحقيق الأهداف قبل البطولة العالم القادمة وأتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كل التوفيق والنجاح للفريق الملكي في هذه المشاركة المهمة موسيقى 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 اسمو الشيخ ناصر تواجدكم اليوم في إيطاليا بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت في وينتسور فما هي رؤيتكم الآن مع هذه المشاركة؟ بإذن الله نواصل انتصاراتنا إن شاء الله في الخارج ونمثل مملكة البحرين خير تمثيل بفرساننا وبخيلنا وتواجدنا وطريقة منافسة تنوي الفرسان ما في شك تركيزنا اليوم صحيح أني أنا أتأهل وفوز الـ 160 في نفس الوقت لكن التأهيل أهم بالنسبة لي أما بالنسبة لي سباق الـ 120 أنا عندي فرسان صغار في السن نصقرهم وندربهم ونتأكد أننا نخلق أجيال من بعدنا تقدر تشيل هذه الأمانة وتقدر تنافس على مستوى عالمي وإن شاء الله أن هذه الخامة التي نقعد نربيها عند حسن الظن بإذن الله هل تتأثر أو الفرسان بيتأثرون من الطقس وحرارة الجو الدرجة العالية؟ والله إحنا عيال الشمس فما أعتقد أن يضرنا وخيلنا ياية من البحرين وياية من استبلاتنا اللي في المنطقة فما أعتقد أن هي يضرها هذا الحر لكن هي اليوم الأرضية هذه التميز بمهارة فارس فأنا اليوم خاصة الفرسان الصغارة بيحط عيني عليهم ويشوف شون يتعاملون ويا الجو ويا الأرضية الجبلية وكيف أنهم يحطون روحهم في براشر عالي ولكن بعد يوصلون خيلهم سليمة حودنا ناصر بن حمد الله يحافظك دائما على تحدي الصعاب هل شفتوا الأرضية شلون ممكن تكونوا تأثرة أو شيء منه؟ والله سمعت عنها بما في الكفاية ما طلعتان المراحل لكن بكرة إن شاء الله راح أكتشفها عندي 160 كيلو أكتشفها يوم كامل نحن نتعود نحن يعني نصح ساعات نوصل منطقة ونتعاملوا إلى الأرض وقت اللي نحن نماشين فعندنا الحمد لله الخبر الكافية اللي نحن يعني بس إني وننطلق لكن أنا مثل ما قلت لك اليوم أنا وقت اللي أنا بكون راكب الخيل فكري وتركيزي على الصغار لأنه يأيبوا مهني وحطم تحت التحدي ترجمة نانسي قنقر